مشروع تعيين مفت للجمهورية في الجزائر يتراجع أدراجا كبيرة للوراء فبعد أن كان مقررا إنشاء هذا المنصب في عهد الوزير السابق بعبدالله غلم الله بأمر من رئيس الجمهورية عبدالعزيز بوتفليقة إذ وقع الاختيار ونذاك على العلمة الفقيه الشيخ أحمد الأطرش السنوسي الذي اعتبر شخصية الأمثل إلا أن قضاء الله وقدره كان أسرع حسب ما كشفه وزير الشؤون الدينية والأوقاف الحالي محمد عيسى خلال نزوله ضيفا على برنامج لقاء الأسبوع بقناة البلاد الاسم الذي قدمناه لعنوان هذا الفريق كان الشيخ أحمد الأطرش السنوسي رحمة الله عليه ابن الزاوية الذي اندمج في جمعية العلماء المسلمين الجزائريين الذي رفع السلحة للسعمار الفرنسي الذي نال الدكتورة الفخرية الذي ألف في المذهب المالكي وكان عنده صيد قوي جدا وطني لكن توفي قبل أن نعينه بعد ذلك أخذ المسار مصر آخر لأن المجلس الإسلامي الأعلى ناقش وزارة الشؤون الدينية والأوقاف في أنه هو الذي يفتي وأظن بأن الخلاف مازل موجودا إلى الآن وإلى أن نجد جسرا يجمع بين وزارة الشؤون الدينية والأوقاف ولمجلس الإسلامي الأعلى سوف نكتفي بالمجلس الإسلامي الوطني لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف في مجال إفتاء والمجلس الإسلامي الأعلى يطلع بالمهانة فخامة الرئيس لن يجد من يملأ عينه وإلا الحقيقة أن فخامة الرئيس عندما وصل مناقشة إحداث مفتي الجمهورية وإحداث طاقم يدعم مفتي الجمهورية طلبا من الشيخ غلام الله وأنا كنت مساعدا له وكنت أشتغل على هذا الملف شخصيا أن نجد الأسماء التي تملأوا هذا الفضاء واقترحتم أسماء ما هي هذه الأسماء؟ كفية ربما أعطتنا أمثلة فقط جميعيون كثرة نتكلم هنا أذكر الدكتور محمد عبد النبي كان من الأسماء الذين اقترحناهم دكتور إبراهيم توهامي كنا اقترحنا الدكاترة في سني يعني دكتور كامل بوزيدي دكتور موسى إسماعيل الوزير محمد عيسى الذي أعطى بعض الأسماء المقترحة لتولي منصب مفتي الجمهورية لم بحق إلى أن هذا المشروع راح ضحية خلاف بين الوزارة من جهة والمجلس الإسلامي الأعلى من جهة أخرى وهو ما علق عليه رئيس المجلس الإسلامي الأعلى أبو عبدالله غلم الله مؤكدا بأن مشروع مفتي الجمهورية متوقف ولن تقوم له قائمة إلا بأمر من رئيس الجمهورية عبدالعزيز بوتفليق مفتي الجمهورية هو مؤسسة من مؤسسة الدولة ومؤسسة الدولة إنشاءها دستوري يعود إلى رئيس الجمهورية عندما يقرر رئيس الجمهورية إنشاء مؤسسة من مؤسسة الدولة ولقرر هذه القضية عندما يقرر الرئيس الجمهورية إنشاء هذه المؤسسة سوف ينشفها ويضعها في المكان الذي يراه هو مناسبا وإلى يتم إيجاد مخرج لمشكل الإفتاء في الجزائر ورفع التخبط والتدخل الخفي في الصلاحيات تجد الجزائر نفسها دون دول العالم الإسلامي بلا هيئة إسلامية رسمية وعليا مؤهلة لإفتاء الناس في دينهم اشتركوا في القناة